أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية العمل نحو حقم الدماء مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للأزمة وخلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الأوكراني ديمترو كوليبة أشار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق التهدئة وفي هذا الإطار أحاط الوزير شكري نظيره الأوكراني بتناول القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة وتناول سبل تفعيلها وبدوره أطلع الوزير الأوكراني سامح شكري على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني فضلا عن مسار المفاوضات وعود لمتابعة نشرة الثالثة من التلفزيون المصري ونتابع معكم تطورات الملف الأوكراني حيث أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولنبرج أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل تهديدا للأمن العالمية وفي بيان مشترك لقادة الحلفة عقب اجتماعهم في بروكسل أكد القادة مواصلتهم الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفة هذا وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل أيضا قمتين خاصتين بالأزمة الأوكرانية هما قمة الاتحاد الأوروبي والثانية تتعلق بمجموعة الدول السبع الصناعية طالب الرئيس الأوكراني بلاديمير زلينسكي من حلف شمال الأطلنطية مزيدا من الدعم العسكري لأوكرانيا وأشار زلينسكي إلى أن بلاده بحاجة لمقاتلات ودبابات ودفاع جوي أفضل وأسلحة مضادة للسفن وفي خطاب مصور نشرته الرئاسة الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني إن روسيا تعتزم المضي قدما واستهداف دول شرقية بالحلف وتهما موسكو باستخدام قنابل الفسفور في أوكرانيا أكد وزير الخارجية روسي سيرجي لفروف أن موسكو لديها وثائقه تؤكد ارتباط وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون بمختبرات بيولوجية داخل الأراضي الأوكرانية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اللجنة الدولية للصريب الأحمر أوضح لفروف أن موسكو ستقدم إلى مجلس الأمن وثائقه تؤكد إجراء واشنطن برامج عسكرية تابعة للبنتاجون داخل المختبرات في أوكرانيا نسعد دائما للالتزام بالقواعد التي كانت موجودة من قبل والسعي الدائم لبناء الدبلوماسية الروسية بالاستناد إلى الحقائق والوثائق التي تم كشفها حول وجود عدد كبير من المختبرات البيولوجية التي يرعاها البنتاجون طبعا نعرض هذه الوثائق على مجلس الأمن وهناك وقائع وتوقيع بشأن برامج عسكرية للبنتاجون وطبعا مكتوب أيضا اتجاهات العمل وردا على ذلك فإن ممثل الولايات المتحدة بدلا من أن يشرح كيف جرى هذا الأمر وكيف تشكلت هذه المختبرات أعلن أن هذا كله كذب من جانبه أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير اللي التزام بتأمين الممرات الإنسانية لحماية المدنيين في أوكرانيا وخلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الروسية أكد مورير أضرورة التوصل إلى اتفاق مدروس ودقيق بين الطرفين الروسي والأوكراني مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستجري مبحثات مع طرفين حتى تحقيق الأهداف وإدخال المساعدات بشكل حيادي فنحن كمنظمة إنسانية مستعدون للتعامل وتحقيق هذه الأهداف المتمثلة بإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين والمواطنين ومن هنا يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق مدروس ودقيق وكل هذا يتوقف على قيرة أو على كلا الطرفين على كلا الطرفين الذين يجب أن يعطيها ضوءا أخضر على الأرض أعلنت وزارة الدفاع الروسي أن تيران الروسي شن ضربات على 86 منشأة عسكرية أوكرانية من بينها 6 مراتز القيادة خلال آخر 24 ساعة وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي إيجور كوناشينكوف إن أنظمة الدفاع الروسي أسقطت 9 مسيرات أوكرانية يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 1200 صاروخ منذ بدء العملية العسكرية مشيرة إلى أنها لا تزال على بعد 20 كيلو متر شمال غرب كييف يوما بعد يوم تتبدل الأوضاع وتتطور داخل الأراضي الأوكرانية لتخرج تصريحات صادرة عن قادة البلدين الصاحبة الأزمة روسيا وأوكرانيا تصف الوضع في أوكرانيا ميدانيا وتترك الوضع السياسي متغيرا واستترقب لنتائجه في أحدث إعلان عن الوضع الميداني كشفت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات على 86 منشأة عسكرية أوكرانية من بينها 6 مراكز قيادة خلال آخر 24 ساعة وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونشينكوف إن القوات الروسية دمرت راجمتي الصواريخ وثمانية مدافع ميدانية بالإضافة إلى سلاسة مستودعات للزخيرة فيما أسقطت أنظمة الدفاع تسع طائرات مسيرة أوكرانية وأعلنت وزارة الدفاع كذلك تدمير القوات الروسية مائتين وخمس وخمسين طائرة مسيرة ومائة وتسعة وثمانين صاروخا مضادا للطائرات بالإضافة إلى ألف وخمسمائة وأربع وستين دبابة وعربة ومدرعة ومائة وثمان وخمسين راجمة صواريخ وستمائة وسبعة وعشرين مدفعا ميدانيا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا بدورها قالت وزارة الدفاع الأمريكية بينتاجون إن القوات الروسية أطلقت أكثر من ألف ومائتي صاروخ منذ بدء العملية العسكرية وأشارت إلى أن القوات الروسية لا تزال على بعد عشرين كيلو متر شمال غرب كييف ولا تحاول التقدم تجاه المدينة على الصعيد السياسي أعلنت الخارجية الروسية أنها سلمت السفارة الأمريكية في موسكو قائمة بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيتم طردهم بصفتهم أشخاص غير مرغوب فيهم وأوضحت الخارجية أن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين يأتي رداً على طرد واشنطن لدبلوماسيين روس من بعثة الأمم المتحدة في نيويورك وموظف روسي في الأمانة العامة للأمم المتحدة المشهد اليومي في أوكرانيا لا يزال يدفع قادة العالم ومسؤول المنظمات الدولية للإدلاء بتصريحات شبه يومية رداً على العملية العسكرية الروسية إذ أكد رئيس الوزراء البريطاني جونسون أن أوروبا ستزيد الضغط على الرئيس الروسي بوتين معتبراً أنه تجاوز بالفعل خط أحمر من جانبه أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن روسيا تسعى لعزل أوكرانيا عن البحر وأنها ليست مهتمة بالتفاوض حتى تحقيق ذلك معتبراً أن الجيش الروسي لم يحقق بعد أهدافه في أوكرانيا وصفت موسكو المزاعمة بشأن نيتها باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوكرانيا بأنها كاذبة وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبانزيا إن لدى روسيا سبولاً أخرى لتسلكها في القتال مشدداً على أنها لا تحتاج إلى استخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية معتبراً اتهام روسيا بذلك هو أمر غير لائق وأكد المندوب الروسي أن روسيا ستواصل السعي لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا ذيرتشاك إنه تم توصل إلى اتفاق على إقامة سبعة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من بلدات ومدن أوكرانية اليوم وأضافت المسؤولة الأوكرانية أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة ماريوبول المحاصرة سيجدون وسائل نقل في مدينة بيرديانسك القريبة مشيرة إلى أن موسكو لا تسمح بإقامة ممر آمن من وإلى وسط المدينة الساحلية الجنوبية أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا من منازلهم منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن شهرا من العملية العسكرية الروسية أدى إلى نزوح أربعة ملايين وثلاثمائة ألف طفل وهو ما يعادل أكثر من نصف أطفال أوكرانيا الذين يقدر عددهم بنحو سبعة ملايين ونصف مليون طفل موضحة أن مليون وثمانمائة ألف طفل هجروا من البلاد وأصبحوا لابئين فضلا عن نزوح مليونين ونصف المليون طفل داخل أوكرانيا أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف 59 شركة وشخصية روسية وست شركات وشخصيات بلا روسية ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا وأوضحت الحكومة البريطانية أن من بين المستهدفين بالعقوبات مجموعة الشركة روسية عملاقة في مجال الألماز ومجموعة شركات خاصة للخدمات العسكرية ورئيس أحد أكبر البنوك في روسيا فضلا عن إحدى الشخصيات المقربة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف